الأثار النفسية القاسية للعدوان الإسرائيلي لا تتعلق فقط بما خلفته الغارات من قتل وتدمير واستهداف متعمد لكل ما يتحرك أو ما يقف ثابتا بل تعدت أثاره إلى الأزمات النفسية عند الكبار والصغار لكن الأوضح والأكثر تأزما هو ما تركه الدفن الجماعي لجثث الشهداء في نفوس أهلهم فمبدئيا تقوم طريقة الدفن الجماعي على رص الجثث إلى جانب بعضها البعض بعد الدفن يتم تعريف الشهداء المعروف أسمائهم في حين يمنح مجهنوء الهوية أرقاما ويتم توثيق الجثث بالصور الدفن في المقابر الجماعية دائم وليس مؤقتا ولن يتم نبش القبور واستخراج الجثث ودفنها في قبور فردية ولكن وبحسب الخبراء في علم النفس يخلف الدفن الجماعي أثارا نفسية في نفوس أهالي الشهداء وبحسب الخبراء تتسبب تلك التجارب في ارتفاع مستويات التوتر والقلق في المجتمع ما يؤدي إلى اضطرابات نفسية جماعية كما تؤدي إلى تسارع معدلات الإصابة بالاكتئاب واضطرابات في النوم مع استمرار الصدمة والحزن يضاف إلى كل ذلك الشعور بالخسارة والعجز مع تأثيرات جسدية ملموسة مثل زيادة في مشكلات القلب وارتفاع ضغط الدم وبحسب الخبراء قد يزيد الدفن الجماعي من انتشار الأمراض المعدية ويفتح بابا لانتشار الأوبئة الدفن الجماعي له تأثير أخطر على نمو الأطفال وأيضا على تطورهم النفسي حيث يتسبب في صدمة وتحديدا عند رؤية أحبائهم يدفنون في قبور جماعية ما قد يؤثر على استقرارهم النفسي وبحسب الخبراء تؤدي رؤية الأطفال لعمليات القتل وأيضا الدفن الجماعي إلى إصابتهم بالطرابات القلق وأيضا إلى الاكتئاب الحد اشتركوا في القناة